استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أمام عشرات الآلاف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا وقال ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يصلي عليه وأن يسلم فلم ينس شأن النساء ولا الوصية بهن في هذا الموقف العصيب فقال أمام الجموع ألا فاتقوا الله في النساء فاتق الله في امرأتك أخي الكريم اتق الله في ابنتك اتق الله في أمك اتق الله في النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات فإنكم أخذتموهن بأمان الله ذهبت إلى بيت أبيها وطلبتها للنكاح بأمان الله وفي ضمان الله وبكل أريحية وبكل سقة في الله فأنت أخذتها بأمان الله واستحللت فرجها بكلمة الله زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ثم بعد ذلك فلا بد أن نتقي الله في النساء اتق الله في النساء إذا تكلمت فعف عنها إذا أخطأت تجاوز عنها ارحمها ارفق بها اتق الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلى آخر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله في النساء اتق الله في النساء